أيضاً من الأخبار اللي ما حدثتش هذا الأسبوع مش حدثت أنه مر أسبوع كامل بالتمام والكمال ونائب رئيس الجمهورية لم يرسل لا برقية تهنية ولا برقية تعزية سهل هذا كله أيضاً مر أسبوع كامل ولم ينقل لنا تحيا فخامة الأخير الرئيس أسبوع كامل شوفوا إلى أي حد وصلنا أسبوع كامل بدون تحيا فخامة وقال لك ليش تنهار العملة شوفوا إحنا شعب ممكن نجلس بدون كهرباء بدون رواتب بس بدون تحيا فخامة أي شو مبرر وجودنا ولهذا إن شاء الله أن المانع خير أو أنك هذا الأسبوع تنقل له تحيانا وتقول له ممكن يوطي صوت فيصل علوي شوية عشان في نائمين في الغرفة الثانية أيضاً من أبرز الأخبار في هذا الأسبوع زيارة محمد بن زايد إلى تركيا وإنشاء الصندوق في تركيا استثماري بمبلغ 10 مليار دولار مبلغ ضخم مع أنه ما شفناش ولا تركي رفع صوره ولا أعلم الإمارات ولا لبسوا عقالات غيروا ملابسهم أبداً ويمكن حتى ما غيروا ش رأيهم فيه أنا أعرف واحد بدون ذكر أسماء طبعاً أعرف واحد غير لبسه ويغير اسم بلاده ويغير العالم ويغير النشط الوطني وسلم لهم الجزر والموانئ وكل شيء بعشر ألف درهم بعشر ألف درهم هذا هو التخفيض الحقيقي والتسكاون مع أنهم راحوا له فاشتهم ما لو جاف الصيف ولا فالعيد في رمضان حرم لهم يعملوا له تخفيضات يعني خيالية أما لي جنبه هذا هو بس أسنان صلحوا أسنانه وسلم لهم كل عائلة مكتشفة الجريمة اشتركوا في القناة